يا دكتورة كده ممكن نقف نشرح اكتر على الشاشة ازاي بناخد البيانات ديت وتوزيعها وكده. طيب احنا لو هنتكلم هنا ده اجمالي عدد المفحوصين. اه. ودي عدد الحالات الايجابية وعدد الحالات السلبية. ما تم مثلا نفحصه من بداية الحملة في محافظة اسيوت كان مستهدف فيها اتنين مليون سلتمية تمانية وخمسين الف تلتمية وتسعتاشر. احنا مسحنا في الشهر والاثناشر يوم مية مليون تلتمية سبعة وتمانين الف سبعمية وستة. وهكزا. تمام كانت اكتر محافظة تقريبا قدرة ان هي تتفحص المواطنين عندها كانت محافظة البحيرة مستهدفها تلاتة مليون تسعمية واثنين الف مية وثلاتة. وادرت ان هي تفحص اتنين مليون مية وعشرين الف مية تمانية وخمسين. ده طبعا دقيقة بدقيقة بيبدأ يضاير عندي. طيب. دلوقتي انا الاركم دي انا ممكن ناخد المواطنين دور باركم تليفونات وما تأكد منهم انت فعلا سوء يعني احنا عندنا كمان وسيلة تأكيد وبقدت علينا كل الجهات والمنظمات الدولية. اقدر بقى في كل محافظة اقول لحضرتك انا عندي كم واريد ضغط عندي كم واريد سكر وده دي اكتر حاجة بتأثر على القرار عندي بمعنى يعني انا مثلا عندي سي خمسين عيادة ضغط وسكر بوزعهم جديد. هوزع الريشيو بتاعتهم كم عيادة فين. عندي ادوية ضغط نزلة جديدة. هدخلها تبع الحملة. هدخلها فين. انا عندي عدد قد كذا. فالعدد قد كذا ده هقدر اشتغل فيه ازاي. وكذلك بتابع على مدار الساعة عدد المترددين الموجودين عندي كل ساعة قد في الحملة. المكان ده قل شوية فببدأ اشوف اين المشاكل. هل في حاجة حصلت فيه. هل الفرق مش متواجدة الاخر وقت. فببدأ اعمل اه مرور عليها. اه هل في مشكلة في المواصلات. احنا داخلين طبعا على شتاء او اه ما شابه زلك. فبقول تنويه ان الحتة الفلانية هنقدر نحولها للمكان الفلاني. بقدر مجرور فتعمليات هنا. اخد دعم اتخيز القرار. يعني اختصار كل ما يحدث على الارض. موجود عندي في البيان ده. يقدر يتخذ القرار بلعنا عندي. بزي. احنا هنا المريض بيجينا بيدخل على مش يمسح بس. لو كان ايجابي بالاجسام المضادة في جسمه. اه. بيتحول بيتعالج مجانا. هو المريض ملوش علاقة بدورتنا وبالورق بتاعنا. اه. وورقك خلص خد علاجك. ما خلاص ما تاخد علاجك. بالنسبة حتى للضغط والسكر. احنا المريض يا نفق التأمين صحي يا نفق الدولة. دعم. بيكتب له مجرد ما يبقى ايجابي بيطلع له حضرتك هتروح المستشفى الفلانية الساعة الفلانية. عشان يعمل تحليل بسي ار تأكيزي. سمية مستشفى تسعين. طبعا انا مش هقدر اقول لحضرتك ان ضغطك مية واربعين تسعين فانت مريض ضغط ولازم ولازم فيه. لا لا. اياس ضغطة عدة مرات. وانا بدل حضرتك اوير ان ممكن من المحتمل انك تكون مريض ضغط. ومع ذلك بيتحول حضرتك برضو بنفس القصة. يعني نفق الدولة يا تأمين صحي. حضرتك بتروح المستشفى بتصرف. بيعمل لك التحليل التأكيدية. يعني يا جماعة التحليل هم مجروبين السكري اللي ما كانش متواجد بكمية كويسة. متواجد ومجانا. اه. جميع التحليل وصورة الدم والدهون والقوسيولة وكل حاجة متواجدة مجانا. اه مجانا اه. وكمان صار في الادوية لمدة شهر مش زي زمان اسبوع وشرتين وكلام من ده. لمدة شهر بتاني تعليمات معالي وزيرة الصحة مجانا. اه. وحضرتك بقى بيخلص ورقك تأمين صحي نفق الدولة انت هنكش تعمل القصة دي تماما. هتفضل طول عمرك بالمناسبة. مش فترة الحملة بس. اه. طول عمرك هتفضل تصرف العليج. من نفس المكان اللي حضرتك روحت. وليك انك بعد ما يخلص عليك بعد شهر تيجي تجدده. ما هو حضرتك بتروح قبل الشهر تجدد العليج. اه. بالزبط قبل الشهر بيوم او بيومين بتروح تجدد العليج. انا لاحقصت يا دكتور يهامو احنا داخلين المعهد. ان في كده حركة وزحمة وناس بتتضرب وفاهمينها ايه اللي بيحسر. وهل ده اللي علاقة بالحملة? اه طبعا. احنا اه دل وقت المرحلة التانية بدأنا التدريب لها دربنا اه مدخلين البيانات حوالي ربعمائة وخمسين على مستوى دول تي او تي اللي هما بيدربوا الفرق اللي شغاله على الارض. اه. ودلوقتي بنضرب اه الفين من الاطباء والا والعضو الهيئة التمريضية. اه. طبيب والممرض اللي شغال في الحملة. فالفين للمرحلة التانية. اه. وكمان في دورة تدريبية اللي هيشتغلوا على طلبة المدارس الفنية والسنوية والازهاري. اللي مفاجأة بقى اللي قلنا عليها. ان احنا هنغطي جامعات ومدارس ومدن جامعية. فاحنا اللي بندرب التيم دي على قدينا واحد واحد علشان يكون هو سافير في مكان وينقل نفس الكلامي اللي احنا دربناه عليه. لي الفريق اللي هيشتغل معاه على الارضة في المحافظة. طيب دكتورة ريهام احنا كان عندنا مشكلة دايما في مصر في الاحصائيات. حتى واحنا بنحضر حلقات البرنامج بتاعنا. كنا دايما نلجأ لاحصائيات الغرب. لان ما انا كنش عندنا احصائيات غير في مصر.